موسيقى تلعب جماعات الضغط دورا مهما في التأثير على سياسات الدول واحيانا في صناعة بعض قراراتها كما يحصل في عاصمة القرار واشنطن إذ كان لبلدان شرق الأوسط تجربة في تشكيل جماعات ضغط متفاوتة في نجاحها ربما الأقوى بينها اللوبي المساند لدولة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير على القرار الأمريكي من جهة وإيصال صوت إسرائيل إلى الأمريكيين من جهة أخرى أما الأقل نجاحا والأحدث تشكيلا هي جماعات الضغط الداعمة لبعض دول الخليج كالسعودية والإمارات وقطر إذ تعتمد هذه الدول على مراكز فكرية ومعاهد للدراسات بضلا عن بعض الشركات الخاصة في مجالات الطاقة وغيرها لتوصيل رؤية تلك البلاد وأهميتها بالنسبة للسياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية قد يتساءل البعض هل ثمت جماعات ضغط داعمة للعراق في أمريكا؟ وإذا كانت موجودة ما مدى فاعليتها؟ بالعراق يسلط اليوم الضوء على موضوع تأثير جماعات الضغط أو اللوبي في المساهمة بصناعة القرارات الأمريكية داعمة للعراق خليكم يعني أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج بالعراقي معكم علي الزبيدي شاركنا الحوار في حوار اليوم من ولاية فرجينيا سفيرة العراقية الأسبق في واشنطن السيدة رندا رحيم ومن واشنطن السفير الأمريكي السابق في العراق السيد دوغلس سليمن ومن واشنطن أيضا الأكاديمي والباحث السياسي العراقي الدكتور عقيل عباس ضيوفي الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامج بالعراقي أمساكم الله بالخير أبدأ معك سعادة السفيرة أهلا وسهلا بيش في برنامج بالعراقي هذه أول مرة حضرتك تشاركين معنا في البرنامج شكراً للوجود قليلاً أسأل كيف يختلف دور جماعات الضغط أو اللوبي عن العمل الدبلوماسي بالنسبة للسفارة وهل يمتلك العراق جماعات ضغط مؤيدة له في واشنطن شكراً أخي علي وشكراً لقناة الحرة لاستضافة موضوع حقيقة مهم وحساس أيضاً أول شيء إذا تسمح لي دقيقة أقل من دقيقة أعرف جماعات الضغط التي تحدثت عنها بالتأكيد هناك نوع من جماعات الضغط في واشنطن طبعاً مثل ما قلت واشنطن أدهى شغلتين أول شيء الحكومة الأمريكية وثاني شيء جماعات الضغط هذا الأساس العمل في واشنطن الآن هناك جماعات الضغط التي هي مؤسسات قد تكون مكاتب محاماة قد تكون مؤسسات مختصة بالعلاقات العامة التي هي تمثل مطالب ورأي ووجهة نظر دولة أو شركة إلى آخره ثم طبعاً هناك جماعات الضغط التي هي مجامعة من المجتمع هناك مجامعة ضغط المجتمع التي تطالب بهذا وذاك وإلى آخره وفي دول عديدة في واشنطن دعنا نذهب رأساً للموضوع الدبلوماسي دول عديدة في واشنطن أدهى نوعين من هذا الضغط إذا ننظر اليوم مثلاً إلى أوكرانيا يعني السفارة الأوكرانية تضغط عندها السفارة الأوكرانية أكيد أدهى جماعات ضغط مهنية يعني ممتحنة اللوبي هي اللوبي شوبس وأيضاً هناك جماعات ضغط من المجتمع الأوكراني أو المساند له الذي يتم تعزيزه حتى يطلعون يضغطون على الحكومة الأمريكية فإذاً أكو أنواع عديدة من جماعات الضغط التي تحدثنا عنها الآن بالنسبة للدول وخلينا أخذ الدول العامة خصوصاً الدول العربية بالنسبة للدول أكثرها تستخدم شركات متخصصة بالإلاقات العامة حتى تمثل رأيها رأي هذه الدول ووجهة نظرها إلى الرأي العام الأمريكي وإلى الإدارة الأمريكية لأن أنت لازم تضغط مو بس على الإدارة لازم تضغط أيضاً على الرأي العام لأن القرارات الحكومية تعتمد على الرأي العام وتعتمد على الصحافة بصورة كبيرة في الولايات المتحدة إلى درجة كبيرة طبعاً مو كلياً بس إلى درجة كبيرة وهذه مجموعات اللوبي هي مو بس مثلاً تجتمع وإلى السفارات وإلى آخرها وتقولها هذا هو توجه الإدارة الأمريكية هذا توجه الكونغرس الجمهوريين وهذا توجه الديمقراطين إنما تساعد هذه الدول على تشكيل خطاب الذي يكون مرضي لكل جهة من هذه الجهات في الدولة الأمريكية وكثير من الأوقات أيضاً يساعدهم في كتابة ما يسمى مقالات الرأي وإلى آخره فدور اللوبي جداً مهم وأكثر الدول التي أدها تمثيل في واشنطن التي أدها قليلاً فلوس وتقدر تدفع طبعاً كل واحد حسب ميزانيته يستخدم هذه الشركات مال اللوبي هذا شيء مؤتمن ومحروف طبعاً ذكرت بالبداية أن الموضوع مهم وحساس وأنا سعيد بصراحة أنه اليوم عندي نخبة طيبة منكم اليوم نشارك في هذه الحلقة وموضوع مهم جداً سعادة السفير عملت حضرتك بالعراق ويعني أريد أسأل في نقطة سوء فهم كبير يأتي حتى داخلياً مو بس خارجياً لما يذكر موضوع اللوبيينغ أو جماعات الضغط هل لك أن توضح لنا سعادة السفير أهمية جماعات الضغط في صناعة السياسة الأمريكية أيضاً أتكلم في الباب السياسي الآن على الجانب الاقتصالي سنتحدث عنه بعد قليل نعم شكراً جزيلاً يسرني أن أعود على شاشة الحرة والتحية لك ولمشاهديك وضيوفك السفير على حق اللوبي في أمريكا مسألة معقدة للغاية وليس هناك فقط نوع واحد من الضغط هناك علاقات عامة للتأثير على الرأي العام هناك اللوبي الذي يتوجه إلى الكونغرس أو المشرعين لمحاولة تغيير القوانين وهناك اللوبي على الشركات الأمريكية للاستحواز على عقود مع شركات أمريكية وهناك أيضاً اللوبي يتعامل مع الحكومة مع البيت الأبيض مع وزارة الخارجية وكل ذلك بطرق مختلفة هناك اللوبيات الداخلية واللوبيات الخارجية فيما يتعلق بمجموعات ضغط الحكومات الخارجية فهي منظمة وخادعة للقوانين أكثر من اللوبيات الداخلية إن كان هناك شركة أو شخص مثلاً يريد أن يمثل دولة أجنبية في واشنطن أمام الحكومة الأمريكية عليه أن يتسجل رسمياً ليتمكن من ذلك وإن كانت هناك محاولات لتأثير على السياسة من الخارج من دون التسجيل فيعتبر ذلك جرماً في أمريكا وفق القانون ما أفعله أنا مثلاً مع المعاهد التي تعمل مع الخليج في أمريكا نتكلم عن الأمور المختلفة التي تحصل لنقدم تحاليل يمكنها إما أن تدعم أو لا تدعم ما يدفع نحوه العاملون في اللوبي لأغراض سياسية هناك مؤسسة أعمل معها أنا مثلاً تعمل على إعطاء صورة مستقلة واضحة لما يحصل ليتمكن من يتعامل معه اللوبي من أن يقرر طيب بهذه التعريفات الجميلة والواضحة والمختصرة لللوبي وجماعات الضغط التي طرحتها سعادة السفير وسعادة السفير نأتي لدكتور عقيل دكتور عقيل أين تشوف العراق في خارطة اللوبيات في واشنطن أصعب سؤال شكراً شكراً لك على هذه الاستضافة وتحية لضيفيك ولجمهورك الكريم طبعاً اللوبي أولاً ويعتبر شكل من أشكال حريات التعبير في الولايات المتحدة بمعنى هو توعية صناع القرار والرأي العام بخصوص قضايا يعتقد الذين يقومون بهذه العملية أنه المجتمع أو صناع السياسة غير واعين بها على النحو الكافي تاريخياً لا يوجد ما يمكن أن نسميه لوبي عراقي في الولايات المتحدة التجربة الأقرب التي يمكن تسميتها بلوبي هي يعني عراقية في داخل الولايات المتحدة هو الجهد الذي قام به السيد أحمد الشلبي في التسعينات ومعه مجموعة من العراقيين وأميركان لتوعية الحكومة الأمريكية صناع القرار الأمريكي بخصوص أهمية الإطاحة بنظام صدام حسين شكل من أشكال التوعية شكل من أشكال الضغط وهذا أدى في آخر المطاف إلى إصدار قانون تحرير العراق يعني في 1998 مجلس الشيوخ مرره وبموجب هذا القرار تغيرت السياسة الأمريكية بخصوص العراق وأصبحت السياسة الرسمية الإطاحة بنظام صدام حسين هذه العملية استمرت أذرني دكتور أنا باقي حضرتك هذا بعدين أسس إلى كتابة مشروع مستقبل العراق عام 2002 ضمن عملية الإطاحة بنظام صدام حسين نعم قامت الحكومة الأمريكية أعتقد وزارة الخارجية بكتابة مشروع مستقبل عراق هذه أنجح تجربة ضغط لنسميها أنا لست بضرورة أسميها ضغطا في هذا السياق هذه أنجح تجربة قام بها عراقيون وبمساعدة أمريكيين تشاركوا في الهدف قاموا بعمليات توعية عمليات تأثير الأدق وصف هذه إنها جماعات تأثير وليس ضغط صعب أن تضغط على الحكومة الأمريكية هي التي تضغط على الآخرين هو الاسم هذه الترجمة دكتور حضرتك أعرف بالترجمة وكيف تطلق يعني هي هذه الترجمة أو الشاع أو الشاع المصطلح الشاع زين دعم دكتور أفونا ذاتي تكمله خلصة الفكرة ماري دقات فقط بعد 2003 بشكل سريع يعني لا يمكن الحديث عن وجود جماعة تأثير أو لوبي في الولايات المتحدة هذا الرئيس بوش من 2003 يعني إلى رحيله يعني مغادرته المنصب 2008 هي تبنت العراق بسبب حرب العراق فلم يكن يعني هناك حاجة لجماعات تأثير فضلا عن أن العراقيين بشكل عام كانوا منشغلين بقضية العراق هناك عمليات تأثير بخصوص قضايا معينة يحاولها عراقيون كأفراد لا يمكن الحديث عن جماعة تأثير عراقية أو لصالح العراق تعمل في الولايات المتحدة بشكل منتظم ومنهجي شكرا دكتور سعاد السفير آخر خمس سنوات وعندي هنا بعض الإحصائيات آخر خمس سنوات العراق صرف أقل من 20 مليون دولار على موضوع اللوبيينج أو على جماعات الضغط 90 و أكثر 90% من عدها كانت من حكومة تقليم كردستان في حين صرفت السعودية أكثر من 136 مليون الإمارات 134 مليون يعني أريد أسأل من وجهة نظرك شنو الفرق في أولويات الدول وليش بعض الدول تصرف أكثر وهل أكو قصور من جانب العراقي في هذا الباب أعتقد عذرا سعاد السفير عذرا سعاد السفير السؤال السؤال السفيرة نعم نعم السفيرة رندة تفضلي شكرا آسفة القضية مؤقتة هو مو قضية التقصير فقط اللي ذكرت حضرتك أنه أكثر هذا المبلغ الأشرين مليون اللي رصد بالخمس سنين الأخيرة رصدته الإدارة الكردية إدارة قليم كردستان وعندهم هنا في واشنطن لوبي قوي جدا وعدهم ممثلين وعدهم أشخاص يعملون معهم لأنهم يدركون أهمية التواصل مع الإدارة الأمريكية مع المجتمع الأمريكي مع الكونغرس الأمريكي وأهمية محاولة التأثير خلي نقول على صنع القرار في واشنطن الحكومة الفدرالية في بغداد أكو أسباب أنا بنظري ورح أقبر عن رأيي فقط أسباب عديدة أنه إحنا برغم حاجتنا إلى اللوبي في واشنطن ليس عندنا اللوبي ما عندنا غير السفارة وطبعا السفارة يعني مهمة جدا ولكن السفارة هي مو لوبي إحنا عندنا مشكلة بالإراق أنه ما عندنا سياسة خارجية موحدة لشيء يسمى دولة العراق يعني أنت لما يكون عندك تطلب من أحد يسوي لك لوبي في واشنطن تروح على مؤسسة بي آر علاقات عامة تطلب من أدهم أنه إحنا قدنا فلان قضية ونريدكم رجاء أنه نتساعدون ونصلها إلى الكونغرس الأمريكي إلى الإدارة الأمريكية وإلى الشعب الأمريكي عندنا هذه القضية أو نريد نلمع وجه الإراق ملازم إحنا يكون عندنا سياسة خارجية تحدد هذه الأولويات والأشياء المهمة بالنسبة للإراق التي نريد مو بس نقنع أمريكا بيها نقنع العالم بيها همين يعني إحنا مثلا شنو سياستنا تجاه فلان موضوع شنو سياستنا الاقتصادية خلينا فرض أوكي الاقتصادية هل أدنى سياسة الاقتصادية اللي الجميع مؤمنين بيها والحكومة تتبناها علنا وتقدر تروجها هذه السياسة الاقتصادية في كل بلدان العالم من خلال اللوبيات لأننا قد نحتاج مساعدة من أمريكا من أوروبا إلى آخره فأنت من نسوي لابي لازم عندك موضوع اللي أكو إجماع عليه بالدولة وهذا الموضوع المجمع عليه ممكن أنت تروج له في عواصم متعددة مثل واشنطن وتطلب مساعدتهم في هذا الموضوع إسنادهم مساعدتهم إلى آخره إحنا مع الأسف يعني من 2003 إلى اليوم ما عندنا سياسة خارجية موحدة يعني عندنا وزراء خارجية عندنا وزارة خارجية فاعلة وتوسعت وعندنا وزارة سفراء آملين جيدين جدا لامعين ولكن لا يكفي لازم السياسة تكون موحدة والصوت يكون واحد على هذه المواضيع شكرا شكرا سعاد السفير أنا لا أريد أن أقاطع حضرتك عن فكرة نعم بصراحة فكرة فكرة مهمة جدا حضرت سفيرة سابقة عبرت بوضوح عن ربما قد يكون جوهر المشكلة سعاد السفير دوغلس سليمان تفضل تعليقك نعم ما قالته السفيرة وما أردت أن أقول وكذلك فيما يتعلق بالأموال التي تصرف على شركات أو جماعات الضغط الدول التي لديها القدرات طبعا والتي لديها علاقات قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تصرف مثلا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة الدولتان بإمكانهما إرسال رسالة موحدة إلى مجموعة الضغط لتنقل هذه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي والدولتان تعتقدان أن العلاقة مع أمريكا تستحق هذه الأموال التي تنفق للتأكد من تواصل دقيق مع الأشخاص الذين يتخذون السياسات أحيانا هدف التعامل مع مجموعة علاقات عامة أو جماعات ضغط هو التواصل مع أشخاص يتخذون القرارات حول مواضيع مهمة بالنسبة للدول المعنية وعندها يمكن التكلم مع هؤلاء الأشخاص إن كانت الأمور تسير على ما يرام أم لا كذلك هناك أمريكيون أصبحوا جماعات ضغط لمصلحة المسائل العراقية ولكنهم على غير تواصل مع الحكومة العراقية مجموعات محلية تريد أن تستفيد مثلا من التمويل الميسر من قبل الكونغرس أو لتحفيز التسميات مثلا في الإدارة الأمريكية هناك جنود أمريكيون خدموا في العراق من العام 2003 و2011 كان لديهم اتصال وثيق مع الجنود العراقيين أو المستشارين أو المترجمين العراقيين هم من أفضل المجموعات الضغطة في واشنغتون لدى الكونغرس الأمريكي خاصة فيما يتعلق بتوفير إمكانية الهجرة للعراقيين الذين عملوا في وزارة الدفاع في العراق والذين هددتهم داعش بعد انسحاب القوة الأمريكية هذا يعني أن الضغط لمصلحة العراق يتخذ أشكالا كثيرة وكثيرون لديهم مجوه أمريكية يلعبون دورا مهما جدا وهذا يعني هذا يذكر سعد سفير وضيوف الكرام في بعض الولايات لعلي هنا أذكر ولاية ألباما ميسسيبي وأيضا في ولاية تكسس كان هناك مبادرات كما ذكرت سعد السفير لبعض الجنود لمساعدة لمساعدة عراقيين من مثلا المترجمين أو من الجنود الذين عملوا في فترات معهم ليس كجهود فردية ولكن أبرى منظمات لربما منظمات لها ارتباطات بالجانب منظمات المجتمع المدني الخاصة في تلك الولايات طيب دكتور عقيل ذكرنا في سؤالنا السعادة السفيرة موضوع أنه أغلب الصرف الذي أجه في الخمس سنوات الأخيرة حتى هذا العام يعني هذه السنة العراق صارف 733 ألف العام الفات عفوا 733 ألف منها 95% جاي من أقليم كردستان أسأل ليش دكتور عقيل تمتلك حكومة أقليم كردستان جماعات ضغط في واشنطن أوضح في تأثيرها من الحكومة المركزية يعني أنا أعتقد تاريخيا هذا مرتبط بوجود أكراد كثيرين في الغرب اندماج قسم كبير منهم في المجتمع هذا يسمح لهم بالتأثير خروج الجماعات الكردية في العراق أقدم من خروج العرب عموما هذا واحد لكنه أيضا يعني أقليم كردستان احتفظ بسبب العناء الذي مر به الأكراد الأنفال وحلبتشة وبدء تعاطف الدولي الواضح معهم خصوصا مع إعلان منطقة الجيب الآمن في 1992 في الشهر الخامس يعني بعد حرب الخليج مباشرة وهذه حمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كان هناك الكثير من جهود الإنسانية لمساعدة الأكراد بدأت الصلاة تتطور أيضا هناك وعي سياسي أعتقد إقليم كردستان أكثر تنظيما وأكثر فهما لأهدافه خارج الإقليم خارج العراق من الحكومة العراقية ما تفضلت به السفيرة رند الرحيم دقيق جدا هناك فوضى في السياسة العراقية في بغداد لكنه هناك قدر من التنظيم بخصوص الأقليم ولذلك لدى الأقليم أهداف واضحة يريد أن يحققها في واشنطن بعضها كان متعلق بشركات النفط واستجلابها توصيل أيضا آراء للإدارة الأمريكية بخصوص المزيد من الصلاحيات للأقليم بإزاء بغداد شرح موقف الأقليم الأقليم أظهار نفسه على أنه أكثر تعاون مع الولايات المتحدة هو الحليف الحقيقي والستراتيجي أكثر من بغداد كان هناك نوع من التنافس لكن أنا أعتقد تأثير الأقليم الجماعات التأثير أو الضغط في الأقليم التابعة لأقليم كردستان في واشنطن تراجعت كثيرا بعد استفتاء 2017 ولاية المتحدة وقفت بقوة ضد هذا الاستفتاء وتحدثت مع حكومة الأقليم وصل الأمر إلى حد القطيعة فأعتقد هناك تراجع لنقل التعاطف السياسي في الولايات المتحدة فضلا عن أن تجربة الحكم أصبح من الصعب ترويج تجربة الحكم في أقليم كردستان على أنها تجربة ديمقراطية ومستقرة كان الرسالة التي الأقليم يحاول أن يبعثها في السابق هذا مكان آمن المشاكل الموجودة في بغداد بخصوص الأمن بخصوص ضياب الخدمات هذه ليست موجودة في الأقليم بإمكان الأجانب الأمير كان يأتوا للأقليم وهذا كان صحيحا إلى حد كبير لكن بعد أن الأرق تجاوز مشاكل الأمنية وبدأ التدهور الاقتصادي يظهر وسهو الإدارة يظهر والاحتجاجات والهجرات من الأقليم كما في بغداد أعتقد من الصعب الدفاع عن مثل هذه الفكرة لذلك أنا أعتقد أنه حقيقة لا على مستوى الحكومة العراقية ولا على مستوى الأقليم هناك جماعة ضغط أو تأثير فاعلة أو مقنعة هناك الأموال تنفق خصوصا من جانب الأقليم لكن لسنا متأكدا أنها حقيقة تأتي للأقليم بالمردود الذي يريده طيب دكتور شكرا جزيلا لك دكتور لدينا فاصل وبعد الفاصل الحديث مستمر نظام السياسي العراقي وتأثير جماعات الضغط على صناعة القرارات الأمريكية الداعمة للعراق هل هي موجودة أم لا خليكم يا أنا أهلا بكم مرة أخرى في حلقة اليوم من برنامج بالعراقي نعود لنرحب بضيوفنا الكرام من ولاية فرجينيا السفيرة العراقية الأسبق في واشنطن السيدة رندر رحيم من واشنطن السفير الأمريكي سابق في العراق سيد دوغلس سليمن ومن واشنطن أيضا الأكاديمي والواحد السياسي الدكتور عقيل عباس مرة أخرى أهلا وسهلا لكم ضيوفي الكرام وشكرا لقضاءكم بعد ظهيرة الخميس ويانا أرجع سعادة السفيرة أريد أن أسأل شوية خلينا نطلع نقول يعني الصورة الأكبر أريد أن أسأل سعادة السفيرة شلو نتأثر جماعات الضغط الأخرى بالمنطقة على العراق من وجهة نظرج إذا تسمح لي أخ علي أنا أريد أعلق شوية على اللي قال سفير سليمان تفضلي بالتعليق دكتور عقيل نعم أكو نقطة جدا مهمة شكرا أكو نقطة جدا مهمة ذكرها السفير سليمان وذكرها يعني جانبيا دكتور عقيل سفير سليمان قال أنه أكبر اللوبيات هي تابعة لدول أنه علاقة جيدة وياها مثل الإمارات مثل السعودية هي التي تصرف أكثر شي ودكتور عقيل قال أنه الأكراد عندهم نظر سياسي أكثر وإلى آخره فلذلك لديهم لبي في واشنطن بغض النظر عن نجاح هذا اللوبي من غيرها أنا شوية أختلف يا دكتور عقيل على نجاح هذا اللوبي النقطة التي أريد أذكرها أنه الدولة لازم تقرر هل أنه القرار الأمريكي يهمها أم لا حتى أنت تسوي اللوبي لازم يكون عندك قناعة إذا تسوي اللوبي في واشنطن وتصرف فلوس لازم يكون عندك قناعة أنه القرار الذي يتخذ في واشنطن مهم بالنسبة لبلدك فأنت لازم تحاول تأثر بهذا القرار لأن رح نأكس على دولتك يعني الإراقيين إذا يريدون يصرفون فلوس على اللوبي لازم يكون عندهم قناعة أن التأثير القرار الأمريكي جدا مهم ومن مصلحتهم أن يعملون أقصى جهدهم حتى يأثرون على هذا القرار خصوصا في الحكومة الاتحادية أنا أتكلم في الحكومة الاتحادية ما يوجد إجماع رأي ليس بس على السياسات التي تحدثت عنها سابقا ما يوجد إجماع رأي بالحكومة الاتحادية على أنه نريد تأثير إيجابي للسياسات الأمريكية نريد أي تأثير للسياسات الأمريكية طبعا سلبي ما نريد والإيجابي ما نؤمن بي أنا ما أتحدث عن الكل بس أتحدث عن مجامية كبيرة أحزاب عديدة مجموعات سياسية اللي ما تريد أصلا أنه يكون أدهله بي حتى لو أكو سياسات موحدة هذه ما تريد يكون أدهله بي لأن تقول لك أنا ما أؤمن بالقرار الأمريكي أنا ما أريد تأثير أمريكي أي تأثير أمريكي سيكون سلبي ما الفايدة أني أصرف 20 مليون أو 30 مليون دولار حتى أثر على القرار الأمريكي أنا لا أريد أي قرار ولا أريد أقرب من واشطة فحتى نجاوب السؤال لماذا لا أدنى هذا أيضا سبب آخر أنه ليس كل اللي عندهم القرار السياسي ليس كل الأحزاب وإلى آخر التي تشارك بالحكومات المتعاقبة والتي تشارك بالبرلمان أدها قناعة أنه التأثير في القرار الأمريكي بس ساعة السفيرة العراق عندها شراكة استراتيجية والحكومة العراقية عندها شراكة استراتيجية ساعة السفيرة أو أضرر المقاطعة الحكومة العراقية عندها شراكة استراتيجية كل الحكومات المتعاقبة إلى الآن ما ندريها سبعة بار أنا حكومة جديدة دائماً يوجد تعاون مع واشنطن فالكلام الذي تقولي حضرتك كلام حتى كيف يكون هذا التعاون موجود ونحن لا نريد أي دور للولايات المتحدة هذا الذي تتفضل به هو يسمى Strategic Framework Agreement يعني الإطار الاتفاق الإطار الاستراتيجي نعم وهذا أدنيا من سنة 2007 إطار إطار الاستراتيجي أدنيا من 2007 أولاً ما صار هو يشغل عليه يعني ولو لما تحكي ويالإدارة وخاصة وزارة الخارجية الأمريكية يقول لك هو يشغل عليه حقيقة ما صار هو يشغل عليه يعني بالنسبة لما يمكن أن يصير لأن إطار واسع ويغطي الاقتصاد والثقافة والاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا والتعليم وإلى آخره والصحة لكن يعني ما تحقق منه إلا النظر جداً قليل وبعدين منه قال أنه كل الإراقين يريدون هذا الإطار الاستراتيجي نحن عندنا مجامع كثيرة بالإراق ترفض أصلاً هذا الإطار الاستراتيجي جملة وتفصيلاً فإنت أصلاً حتى من جهة الإراق من الصعب أنه تمشي به لأنه عندك مجامع ترفضي فإنك تناقض حقيقة يعني حتيت أصبعك على نقطة التناقض أنه عندنا إطار استراتيجي ولكن مدى نفذ وما عندنا شيء اسمه لوبي برغم أنه عندنا إطار استراتيجي للمفروض نشتغل عليه لو أنا أريد أن أفعل لوبي للإراق أشتغل على مواد الإطار الاستراتيجي مثلاً سعادة السفيرة عذريني المقاطعة لكن الحلقة فعلاً يرادلنا أسبوع حلقات ليس حلقة واحدة سعادة السفير السؤال ما جعبتني عليها السفيرة يمكن أن نرجع لها به لكن أسأل سعادة السفير دوغلس سلمان سؤال إلى أي مدى يتأثر العراق بجماعات الضغط أو اللوبيات اللي موجودة حواليه بالمنطقة أن غالبية الجماعات الجماعات الضغط التي تعمل لمصلحة دول غير العراق وتركز على العراق تعمل من دون شكل مصلحة هذه الدول تحديداً المملكة العربية السعودية بدأت مفاوضات مع إيران وهذه الجهود قاعدتها العراق وطبعاً في هذا المجال يجدر أن تفسر لواشنطن لماذا تتكلم مع طهران ربما للحصول على موافقة واشنطن ولكن يصعب أن يكون التركيز من قبل هذه الدول على دولة ثالثة العراق يمكنه أن يلعب دوراً إيجابياً كما يفعل بين المملكة العربية السعودية وإيران ويمكن أيضاً في هذا المجال عبر جماعات الضغط أن يفسر دوره في هذا المجال بالنسبة لأمريكا ولكن ليس عبر الدول المجاورة وهذا هو طابع أو أساس جماعات الضغط جماعات الضغط تحاول أن تؤثر على السياسات على أساس الدول المعنية وعلى أساس مصالح دولة معينة أو شركة معينة أو مجموعات غير حكومية معينة جميعها تركز على المسائل التي تهمها هي طيب كيف تعلق على ما قالته سفيرا رندا بأن الإطار الاستراتيجي هو مجال يجب أيضاً العمل عليه من ناحية تكوين جماعات الضغط ولوبيينغ وبأنه لم يتم العمل عليه بصورة كافية أعتقد أن السيدة سفيرا على حق كذلك أيضاً إن أردنا للوبي العراقي أن يكون فعالاً إن أردنا أن يتمكن من مساعدة موقف العراق في مفاوضات تدخل في إطار اتفاق الإطار الاستراتيجي لا بد أن يكون هناك توافق ضمن الحكومة العراقية موقفاً موحداً يقول إننا نريد من أمريكا هذه الأمور كذا وكذا ونريد هذه التغيرات في السياسة يشجر أن يكون هناك رأي وأن يكون هناك توافق وأن يكون هناك تركيز وأموال وعندها نكون فعالين ولكن من دون موقف موحد من دون أن نعرف ما هي أهداف الحكومة حيال السياسة الأمريكية لن يكون من المجد أن ننفق الأموال على مجموعة الضغط لأنها لا تعرف ما الذي يجدر أن تقول طيب دكتور عقيل دائماً لما نفكر موضوع اللوبي مثل ما هذا سحشينا هذا بموضوع اللوبي نفكر بطريقة سياسية لكن طبعاً أكو مردودات اقتصادية وسياحية وسقافية مهمة لجماعات الضغط يمكن أن أذكر عندي وقت شوي أقدر أذكر موقف وزير النقل العراقي حتش ويانا هنا بالبرنامج قال أننا نحن جاهزين أن نطير طيارات نطيرها للأميركا من العراق للأميركا لكن محتاجين دعم من واشنطن في حين يكون شركات طيران ثانية لدول ثانية عندها اللوبي بواشنطن يشتغل وينافسون حتى الشركات الأميركية فهنا نحكي على اللوبي الاقتصادي أيضاً وأهميتها دكتور عقيل طبعاً من الصعب الحديث عن أنه لدى العراق اللوبي اقتصادي أو أن العراق نفسه مثير اقتصادياً كشكل من أشكال الاستثمار للشركات الأميركية المطالبة الشكوى العراقية الدائمة كانت إلى سنوات ربما بدأوا العراقيين تراجعون عن هذه الشكوى أن الولايات المتحدة الشركات الأميركية لا تستثمر في العراق غير راغبة نحن حلفاء لكنكم لا تفعلون كثيراً الإشكالية التي تواجهها الشركات الأميركية في العراق هو حقيقة الفساد البيروقراطية المبالغ بها وبالتالي حتى عندما كان هناك اهتمام أميركي أولي من جانب الشركات الأميركية وراء الثانوات وثلاثة في السنوات الأولى كثير من الشركات الأميركية غادرت العراق يعني آخرها أكسون موطل أكبر شركة نفط في العالم أخبرت الحكومة العراقية أنها ستغادر وغادرت أيضاً من الأقليم فمن أجل أن تروج لشيء وتجعله جذاباً للآخرين لابد أن تكون هناك حقائق على الأقل بعض الحقائق المثيرة المغرية حتى تستطيع أن تسوقها في العراق لا حقائق مغرية بهذا الخصوص فأنت لا تستطيع أن تسوق شيء أنه أصلاً غير موجود فضلاً عن انعدام أي عمل مؤسساتي يقوم بالترويج فالإشكالية من الجانبين لاحظ حضرتك زيارة البابا إلى الناصرية بدأت شكلاً من أشكال السياحة الدينية المسيحية إلى الناصرية لأن الناصرية فيها مواقع لها قيمة في المسيحية بشكل بسيط وربما يزداد هذا بدأه شخص أجنبي رجل دين أجنبي هو البابا ليست الحكومة العراقية والقطاع الخاص بدأ يستثمر بهذا الموضوع في تلك المنطقة لكن هذا ليس كبير نحتاج قطاع خاص كبير ما بالك لو كانك استثمارات حقيقية عراقية قبل وصول البابا إلى العراق أشكرك دكتور فاصل أخير وبعد الفاصل كيف يمكن دعم العراق في الولايات المتحدة عبر جماعات الظلم خليكم أهلا بكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم من برنامج بالعراقي أرحب بضيوفي الكرام من ولايد فرجينيا السفيرة العراقية الأسبق في واشنطن سيدة رند رحيم من واشنطن السفير الأمريكي السابق في العراق سيد دوغلس سلمان ومن واشنطن أيضا الأكاديمي والباحث السياسي دكتور عقيل عباس أهلا وسهلا بكم مرة ثانية قبل ما أرجع للأسئلة يعني بعض الأرقام يعني ردت بس أذكرها في عام 2021 أصرفتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس إسرائيل أو الغير حكومي صرف 9 ملايين و 600 ألف في عام واحد. نعود للحديث. ساعة السفيرة يمكن حضرتك تعليق على كلام دكتور عقيل. إذا ما عندك عندي أليس سؤال. أي تعليق الضيفية على الفقرة التي فاتت. تفضل. لا لا. ما عني. كل شيء قال أتفق طيب. ساعة السفيرة هل تتوقعين أن المسألة ممكن تتغير. وأنه ممكن يكون للعراق في المستقبل. يعني أكو تغيير. هل هناك ناس تحكي أنه أكو حكومة جديدة. ستأتي المفروض ندعي وياكم. وأكو جيل جديد يظهر بالعراق. كيف ترون المستقبل لجماعات الضغط العراقية بواشنطن؟ طبعا الحياة أصلها تغيير. التغيير هو جزء من التطور الطبيعي لكل شيء. إذ كان كائن حي أو دولة إلى آخره. فلا شك أن هذا الموضوع أيضا رح يتطور. بساني أعتقد رح يتطول. لأن مثل ما قال دكتور أقيل إحنا ما عدنا مقومات أنه مثلا ندعو الشركات الأجنبية وإلى آخره. هذا شيء جدا صعب. ما عدنا مقومات أنه الحكومة يكون لها رأي واحد ومطلب واحد حول أي موضوع. يعني أكو بعض القطاعات اللي ممكن. بعدين أردأ أعلق على القطاع الخاص. يعني في السعودية ممكن القطاع الخاص يصرف فلوس على اللوبي ممكن بإسرائيل. أولا عندي يقين أن القطاع الخاص إن كان بالسعودية أو بإسرائيل لما يسوي اللوبي وهو يدفع عليه في واشنطن. هذا بالتنسيق مع الحكومة السعودية أو بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية. يعني ما يروحون اغتجالي. هم يسوون. تمام. يجوز يركزون على القضايا لتهمهم. ولكن في الإطار العام للسياسة السعودية أو للسياسة الإسرائيلية. أنا أعتقد أولا ما لدينا قطاع خاص. بكردستان أكو شوية. لكن بقية العراق. العراق للقطاع الخاص جدا ضعيف. وأيضا علاقة القطاع الخاص. وهي الدولة. هم ضعيفة. يعني أنت تفكك في صنع القرار يعني ما تحسن من 2003 إلى اليوم ما كنت تحسن في هذا التفكك. يعني مدى نلتحم في صنع قراراتنا. أكو مجالات غير سياسية. اللي ممكن واحد يسوي ضغط عليها أو يحاول يأثر. على الأقل على الرأي العام الأمريكي. إذا مو السياسات الأمريكية. أنطي مثالا اللي ذكرها دكتور عقيل هو السياحة. نحن هالسنة يبدو أنه كان أكو سياح سياح بالإراق. مو سياح يعني في نجف وكربلا. إنما سياحة من أوروبا من الغرب وإلى آخره. وراحوا البغداد وراحوا للنصرية. وما أعتقد هم هذول سياحة دينية. يعني قد تكون قسم من السياحة دينية. بس أيضا سياحة تاريخية. طبعا كل القطاع البنيان السياحي بالإراق متهاوي. ويا ريت الحكومة الإراقية تنهض بي. لأن هذا قطاع غير سياسي. يعني لكل لازم يدعمه. فأكو مجال أن يكون أكو تأثير على المجتمع على الرأي العام. في هذا القطاع مثلا. في قطاع التعليم. في قطاع الصحي. أكو أشياء حيادية سياسيا. حقيقة ممكن المجتمع العراقي والحكومة العراقية تصوخ نوع من الخطاب أو ما يسمى بالبلاتفورم. وتروج إن كان في المجتمع الأمريكي أو في الإدارة والكونغس الأمريكي. وتحصل على تعاونهم واستجابتهم. ولكن لدينا مشاكل سياسي. بعدنا ستة سبعة شهر بعد ما عدنا حكومة. فأفتكر الوضع سيطول مع الأسف. ولكن أكو مجالات أنه نستطيع نؤثر بيها. أعطيك مثال واحد. قضية عودة بعض الأشياء الأثرية الإراقية التي وجدت في أمريكا و باعت في أمريكا والآن ترجعت للإراق بفضل المساعي السفارة والسفير فريد ياسين وأيضا الوزارة بغداد وزارة السياحة والآثار. أفتكر هذا تعاون كان جدا مثمر بين الوزارة والسفارة والإدارة الأمريكية. وهذا ممكن أن يكون نموذج نعمل عليه. شكرا سعادة السفيرة. البناء على الإيجابيات والبناء على المجالات لربما خارج فقط الحديث عن المجالات الأمنية. وهذا هو سؤالي لك سعادة السفير دوغلس سليمان. كيف يمكن الإراق أن يعمل على محو الصورة النمطية. إذا صح التعبير التي جعلت من العراق لسنوات أولوية أمنية. وتغيير هذه الأولويات إلى الاقتصادية واستثمارية. كيف العراق يمكن يعمل على هذا الشيء؟ أولا أعتقد أن المشاهدين أن عملية اللوبي أو الضغط هي جزء من السياسة الأمريكية منذ بدايات تاريخ البلاد. على الأقل منذ القرن التاسع عشر الأمريكيون مجموعات أو شركات كانوا يحاولون أن يفسروا ما هي السياسات التي يرغبون بها لدى المسؤولين. وهنا طبعا هدف الضغط هو تغيير السياسة من قبل شركة مثلا لتحصل على المزيد من الأرباح. أو لمجموعة تبحث عن مثلا مساعدة المعوقين على مصالح مجموعة محددة. فالأمريكيون يحاولون الضغط على الحكومة منذ فترة طويلة. أما اللوبيات الخارجية فهي جديدة. هذا يعني أن هناك دولة تريد أن تؤثر على السياسة الأمريكية. تريد أن تطلب أمرا محددا من الحكومة الأمريكية. كما قالت السفيرة الرحيم. مثلا الضغط العراقي على الكونغرس ليوافق على بعض الاستثناءات للطلاب العراقيين ليحصلوا على تأشير على المدى الطويل ليتمكنوا من تحصيل أربع سنوات من الدراسة هنا في أمريكا. هذا مثل محدد جدا وهو طلب واضح أيضا يمكن في إطاره أن يساعد هذا النوع من الضغط العلاقات العامة أيضا نتكلم عن تاريخ العراق وعن ثقافته للرأي العام الأمريكي هو أمر قد يؤثر على كيفية تفكير الأمريكيين بالعراق هذا لا يعتبر بالضرورة ضغطا بل علاقات عامة جيدة وهنا تستفيد الدولتان وأيضا يجدر أن نعرف كحكومة عراقية أو كدولة ما الذي نريد أن نغيره في إطار السياسة الأمريكية والرأي العام الأمريكي طيب دكتور عقيل شنو الدور اللي المفروض يلعب الباحث المتخصص العراقي المقيم في الولايات المتحدة كيف ترى دور النخب العراقية في مساعدة الحكومة العراقية للوصول إلى تكوين جماع الضغط أو تكوين على الأقل كيانات صغيرة تحاول أن تضغط باتجاه مصالح العراق بخصوص تأثير النخب على قرارات الحكومة العراقية أو تفكيرها أنا أستبعد هذا تماما الحكومة مأخوذة في صراعات ومشاكل كثيرة لا تستطيع أن تقدم لكن بالإمكان حقيقة توعية الجمهور في العراق بخصوص المصاعب بعض المصاعب أنا أسميها مصاعب اختيارية يعني بمعنى جرح أنت جرحته لنفسك لأنني أعتقد أن المجتمع في العراق الآن خصوصا بعد 2019 اختجاجات تشريين أصبح أكثر وعين ويستطيع أن يضغط وضغط في قضايا فهذه القضية قد لا تؤثر كثيرا لكن أعتقد تثير الانتباه أنا أعطيك مثلا بسيطا يعني من القضايا التي يمكن التوعية بها بخصوص ما يمكن أن نفعله هنا مثال المسائلة يعني لما حدثت القتل في تشرين والحكومة الأراقية في برنامج الحكومي قالت سنعاقب القتل وسنتعقب القتل وهذه حدث الكثير من التعاطف لدى الأراقيين في أمريكا وفي بلدان أخرى فبدأوا بتنظيم أنفسهم بخصوص هذه القضية يعني بعضها برزت عبر إنهاء عدم المسائلة بمعنى المسؤولون ينبغو يعني هذه الحملة التي اشتهرت في وقتها أثارت بعض الإنهاء الإفلات من العقاب نعم الإنهاء الإفلات من العقاب وكان لها تأثير في العراق أعتقد هناك إمكانية التواصل بين النخب العراقية في الولايات المتحدة والمجتمع في العراق للتنسيق بخصوص قضايا ليست بالضرورة تحتاج أن تمر عبر الحكومة العراقية هذه قضايا حقوقية تفيد العراق كبلد وتساهم أن يضغط المجتمع في العراق من أجل دفع الحكومة باتجاه تبني معايير أفضل فأنا أعتقد الحوار هو ينبغي أن يكون بين النخب معنى ما نسميه النخب العراقية في الخارج ربما أمريكا تحديدا والمجتمع والكثير من هذا أنا أعتقد يحدث أيضا تسليط الضوح عن حالات حقيقة تثير الاستغراب يعني مثلا أنا أعطيك مثال بسيط وأن لم يكن مهما لكن هذه واحدة من الأمثل التي يمكن أن تشتغل فيها العراق منذ سنوات يطلب من الولايات المتحدة أو من شركة ستاربوكس هذا المقهى الشهير المنتشر في المدن الأمريكية العراق لديه رغبة أن يأتي ستاربوكس ويفتح في مدن العراق فوضتنا دكتور فوضتنا دكتور بثلاث مرات تقول اسم الشركة نحن لا نريد نذكر اسم الشركة بس أشكرك دكتور يعني التقارب هو التقارب التقارب ما بين يعني الفكرة أنه التقارب اللي هو بعيدا عن السياسة كمّل الفكرة دكتور لا لأنا أقصد أن هذه الشركة هذا يتعلق بالاستثمار الاقتصادي ورغبة عراقية هذا الاستثمار تدعوهم الحكومة العراقية والشركة تقول نحن جاهزون نحن نريد أن نأتي للعراق لكن هناك محل يستخدم يعني كل منتجاتنا ويقدم نفسه على أنه ينتمي لنا تهوة تقليل هذا جزء من ما يسمى الحقوق حقوق التملك الحكومة العراقية ثلاث سنوات ولا تستطيع أذرني أشكر ضيوفي من ولاد فرجينة السفيرة العراقية الأسبق في واشنطن سيدة رندر رحيم من واشنطن السفير الأمريكي السابق في العراق سيد دوغلس سلمان ومن واشنطن الأكاديمي والباحث السياسي دكتور عقيل عباس الشكر موصول لكم سادتي على طيب المتابعة وخلص الأسبوع والأسبوع الجاي إن شاء الله يجوا بي حلقات جديدة من برنامجكم بالعراقي لا تنسون دائما تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة